تفقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مجمع مصانع شركة سامسونج للإلكترونيات خلال زيارته إلى منطقة تأكوم أبو رادي الصناعية بمحافظة باني سويف وخلال جولته التفاقدية بالمجمع أشهد مدبولي بجهود شركة سامسونج في توطين صناعة التقنيات الحديثة لمختلف منتجاتها بالسوق المصرية مؤكدا استعداد الحكومة لتوفير مختلف الحوافز الممكنة التي تحتاجها الشركة لتعزيز تنفسيتها في النفاذ إلى الأسواق الخارجية انطلاقا من مصر من جانبه لفت رئيس مجلس الوزراء إلى مصنع سامسونج مصر إلى تطلع الشركة لجعل مصر مركزا إقليميا للإنتاج والتصدير يخدم مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا اشتركوا في القناة